عسلام ومرحبا بكم خلال هذا اللقاء سوف نرى الحالة الأولى من حالات تقايص المثلثات كحصة ثانية من درس تقايص المثلثات وخلالها سوف نبقى مع هذا النشاط حيث يقول يمثل الرسم المقابل مثلثاً أف جي كما ترون المطلوب هنا أرسم مثلثاً A B C حيث الظلاء B C والظلاء F G متقايصان وهتان الزاويتان F و G لهم نفس الفتحة يعني قايص فتحة الزاوية B مساوي لقايص فتحة الزاوية F وقايص فتحة الزاوية C مساوي لقايص فتحة الزاوية G هنا بكل بساطة لدينا الظلاء B C والظلاء F G متقايصان وأيضاً قايص فتحة الزاوية مساوية لقايص فتحة الزاوية وذلك باستعمال المنقلة وأيضاً قايص فتحة الزاوية G تساوي قايص فتحة الزاوية C وحينها سوف نلاحظ أن هذان المثلثان متطابقان التطابق هنا يعطي أن هذان المثلثان متقايصان مثلثان متطابقان هما مثلثان متقايسان فيما يخص التطابق الأمر هاي كما رأينا خلال الحصة الأولى من هذا الدرس السؤال الموالي يقول ماذا تستنتج الاستنتاج هو في هذه الحالة كيفية الحصول على مثلثين متطابقين أو متقايسين كيف حصلنا على هذان المثلثان هنا المتقايسان أو المتطابقان بكل بساطة هنا نلاحظ أن هنا في هذا المثلث هذا الظلع الظلع FG قايسة هذا الظلع BC وأيضا هاتان الزاويتان المجاورتان لهذا الظلع قايسة هاتان الزاويتان المجاورتان للظلع BC يعني هنا هذا الظلع قايسة عفوا هذان المثلثان متقايسان في حالة قايسة الظلع والزاويتان المجاورتان له في المثلث الأول الظلع والزاويتان المجاورتان له في المثلث الثاني فبالتالي بعدها سوف نقول أن هذان المثلثان متقايسان وهذا ما سنراه في هذه التذكرة وبالتالي التذكرة الحالة الأولى لتقايس مثلثان يتقايس مثلثان إذا قايس ظلع والزاويتان المجاورتان له في أحدهما ظلع والزاويتان المجاورتان له في الثاني نلاحظ أن هذا الظلع FG والظلع BC متقايسان وأيضا الزاويتان المجاورتان للظلع FG متقايستان مع الزاويتان المجاورتان للظلع BC علمنا هنا الظلع BC والظلع FG متقايسان وبالتالي هنا إذا قايس ظلع والزاويتين المجاورتين له في أحد المثلثين ظلع والزاويتين المجاورتين له في الظلع في المثلث الثاني نقول أن هذان المثلثين متقايسان نمر الآن إلى التطبيق يقول لاحظ الرسم المقابل حيث دلتاء ودلتاء أول مستقيمين متوازية وبالإضافة إلى التوازي هنا لدينا البعد AB والبعد CD متساويان هنا E نقطة تقاطع المستقيمين AD وCB كما ترون الرسم هنا السؤال الأول أليف يقول بين أن المثلثين AB وCD متقايسان هذا المثلث AB وهذا المثلث CD وجب أن نتذكر ما رأينا خلال التذكرة الحال الأولى لتقايس المثلثات هنا لدينا هذا الظلع AB وهذا الظلع CD هما ذلعان متقايسان لدينا قايس فات الزاوية B مساوي لقايس فات الزاوية C هتان الزاويتان هنا متقايستان بكل بساطة لأنهما زاويتان متبادلتان داخليا ناجمتان عن هنا مستقيمين متوازيين دلتا ودلتا أولي والقاطع BC في حال التوازي المستقيمين دلتا ودلتا أولي والقاطع BC هنا يعطي زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان نفس الشي هنا المستقيمين دلتا ودلتا أولي المتوازيين يكونان مع القاطع AD زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان وبالتالي هنا المثلث ABE والمثلث CD متقايستان خلال ما رأيناه في الحالة الأولى هنا الظلع ABE يقايس الظلع BC والزاويتان المجاورتان للظلع AB متقايستان مع الزاويتان المجاورتان للظلع CD وهذه هي الحالة الأولى نمر إلى قراءة التحرير وبالتالي هنا لدينا دلتا ودلتا أولي المتوازيتان ماذا يعطي الزاوية المتبادلتان داخلين هنا متقايس أيضا لدينا الظلع AB يساوي الظلع CD وهكذا الحالة الأولى تعطي تقايس المثلثان ABE والCD هذان المثلثان متقايسان لأن الظلع AD يقايس الظلع CD والزاويتان المجاورتان للظلع AD متقايستان مع الزاويتان المجاورتان للظلع CD السؤال الثاني يقول استنتج أن النقطة E منتصف كل من القطعتين AD و BC لدينا طريقتين الطريقة الأولى نبقى مع تقايس المثلثين ABE و CDE تقايس المثلثين يعطي أن خلال ما رأيناه خلال الحصة الأولى من هذا الدرس الأذلع متقايسة مثنى مثنى يعني الظلع BE والظلع CE متقايسين والظلع DE والظلع AE متقايسين يعني أن E منتصف BC و E منتصف AD وبالتالي الطريقة الأولى نتيجة لتقايس المثلثين هذه كطريقة أولى الطريقة الثانية لنبرهن أن E منتصف AD و BC تعود إلى أحد خاصيات متوازي الأذلع لدينا الظلع DE موازي الظلع DE أولي يعني هنا عفوا لدينا المستقيم DE موازي المستقيم DE أولي يعني أن هذان الذلعان AB و CDE هما ذلعان متوازيان ولدينا البعد AB مساولي البعد CDE وبالتالي في هذا الرباع AB DC ذلعان متقابلان متوازيان و متقايسان فبالضرورة هذا الرباعي هو متوازي أذلع وفي متوازي أذلع لدينا القطران يتقاطعان في المنتصف والقطران ما هما إلا AD و BC فبالتالي القطران يتقاطعان في المنتصف E يعني E منتصف BC و AD في آن واحد وبالتالي هتان طريقتان الطريقة الأولى كما قلت هنا تقايس المثلثان AB و CDE يعطي تقايس الأذلع مثل مثل يعطي هذا الظلع مساولي هذا الظلع والظلع AE مساولي الظلع ED والظلع EB مساولي الظلع ED هذا نتيجة لتقايس المثلثان المثلثان عفوا النتيجة الأولى E A تساوي ED يعني E منتصف القطع AD ثانيا هنا EB تساوي EC يعطي E منتصف القطع BC هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية كما قلت منذ قليل لدينا البعد AB طول الظلع AB مساولي طول الظلع CD وهنا المستقيمان CD و AB متوازيا يعني الظلعان هنا متوازيا يعطي أن الرباع ABDC متوازي أذلع و في متوازي أذلع أحد خاصياتي أيضا أن القطران يتقاطعان في المنتصف وبالتالي القطران يتقاطعان في المنتصف والقطران ما هما إلا BC و AD فبالتالي E منتصف القطران يعني E منتصف AD و BC في آن واحد وهكذا أنهينا مع هذه الحسة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة